ضمن مخطط يهدف إلى استمرار نزيف الدم العراقي من خلال توظيف الجرائم والمآسي المرتكبة بحق العراقيين لمصالح حزبية وفئوية يبدو أن فرق الموت الإجرامية التي سبق وهدد بإطلاق يدها زعماء في الميليشيات قبل أسابيع عادت لنشاطها بالفعل بهدف خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار في عدد من مدن العراق وبالتزامن مع تلك التهديدات شهد قضاء أبو غريب غربي بغداد تصعيدا خطيرا بعدما هاجم مسلحون يرتدون زي الأجهزة الأمنية منزلا في قرية الذيبان القريبة من سيطرة الصقور ليقتلوا ويجرحوا تسعة أشخاص من عائلة واحدة وذلك في وقت الإفطار مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثاني عشر من أيار الجاري قبل أن يلوذى المهاجمون بالفرار باتجاه سيطرة الصقور رغم دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بعد وقوع المجزرة نقل قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عن أحد أقارب الضحايا شهادته بشأن ما جرى الشهد قال إن مرتكبي المجزرة الثلاثة مسلحين اقتحموا منزل عائلة الضحية حيث اعتلى أحدهم سطح المنزل فيما أطلق اثنان النار عشوائيا على كل من كانوا على مائدة الإفطار فقتلوا ثلاثة منهم وأصابوا ستة آخرين بينهم امرأة وطفلان وذلك قبل أن يلوذى المهاجمون بالفرار باتجاه سيطرة الصقور التي تعد المنفذ الوحيد للمهاجمين وفقا لشاهد العيان سكان قرية الضيبان المجاورون للمنزل المستهدف أكدوا وجود برج مراقبة تابع للقوات الحكومية يبعد عن القرية نحو 500 متر فقط ويمكنه رصد أي حركة في القرية بينما نقل قسم حقوق الإنسان شهادات سكان آخرين أكدوا فيها أن الحكومة تفرضت على أهالي القرية والقرى المحيطة بها نصب كاميرات حرارية على نفقتهم الخاصة رغم وقوع المنطقة تحت المراقبة الحكومية ما يرجح تواطئ القوات الحكومية في المجزرة بحسب السكان هو أن المنطقة محاطة بالسياج الأمني لبغداد من جهة الشرق ونهر أبو غريب من جهة الجنوب فلا يوجد مدخل أو مخرج من وإلى المنطقة إلا من خلال الطريق السريع باتجاه سيطرة الصقور مجزرة أبو غريب دليل إضافي على دولة لا مواطنة ولا قانون في العراق ما بعد 2003 فالمواطن ما زال يذبح بدم بارد لا دية لها والقتلة ومن ورائهم الفاسدون أحرار يكافؤون